لسنة الثامنة على التوالي تستمر معاناة النازحين في مخيمات كردستان العراق دون ما بارقة أمل في العودة إلى مناطقهم التي دمرتها الحرب أحمد علي ياسين نزح بعائلته سنة 2014 من ناحية يثرب بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين ليستقر به الحال في مخيم آشتي بمحافظة السليمانية يعيش أحمد علي مع أسرته البالغ عددها نحو عشرين فردا داخل خيام بدائية بدلا من بيته الذي كان في صلاح الدين هنا قاعدين بخيم نحن شادر مع النايلون لا يحميك من برودة الشتاء ولا يحميك من الصيف اللاهب يعني إذا طفت الكهرباء بالصيف خلال اللحظات يصير نار داخل الخيام بمرور السنوات تأقلم أحمد علي وأسرته مع الأوضاع الجديدة في المخيم فبحثوا عن عمل وعملوا لينفقوا على أبنائهم إلا أن العودة إلى البيت الذي كان لا تزال حلما يؤرق العين ويدمي القلب في ظل إهمال حكومي واضح لملف النازحين حكومتنا موقفت يعني حكومتنا المركزية مجت يجونك وقت الانتخابات بس بوقت لما انتعال انتخبني والله من انتخبه من فاز راح انتهى بعد بعد مش يفجأ لمدة أربع سنوات فوالله يعني انذب الصوج كله على حكومتنا وتتوالى السنوات سنة بعد أخرى ويأتي شهر رمضان ويذهب والنازحون في خيامهم يعدون الأيام في انتظار يوم يعودون فيه إلى بيوتهم وأرضهم وحياتهم التي كانت قبل الحرب يوما يرونه قريبا فقط لو نالوا بعض اهتمام من الحكومات المتعاقبة في بغداد تلك الحكومات التي ينشغل سياسيها بمصالحهم ولا يعيرون أدنى اهتمام للنازحين ومعاناتهم المتواصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر